موسيقى مرسى الخير أهلا بكم إلى موجهة زي أخبار الآن بدأ الجيش التركي عملية استطلاع في محافظة إدلب السورية بهدف إقامة منطقة خفض التوتر بموجب اتفاق أستانا الهادف لإنهاء النزاع في سوريا كما أعلنت رئاسة الأركان هذا وبدأت تركيا مؤخرا عملية عسكرية بطول حدودها مع محافظة إدلب شمال غربي سوريا التي يحتلها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة من أجل تعزيز منطقة تهدئة أظهر تقرير جديد أن استخدام تنظيم داعش للتطرف وممارسات الرق والجنس والاغتصاب استقطب عددا من ذوي السوابق في الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري وأدى لالتحاقهم بصفوف التنظيم والقتال إلى جانبه وبحسب التقرير فإن التنظيم المتطرف ركز على استقطاب رجال من دول محافظة يصعب فيها إقامة علاقات جنسية أو القيام بأي لقاءات غرمية بحسب ما أظهر التقرير مشيرا إلى أنه استغل الجنس ليكون واحدا من مصادر التمويل للخلافة المزعومة توعدت إيران اليوم برد ساحق إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية جاء التهديد قبل أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره النهائي بشأن كيفية احتواء طهران هذا وقد حذر الحرس الثوري الإيراني من أن إيران ستتعامل مع الجيش الأمريكي في العالم وخاصة في الشرق الأوسط مثل ما تتعامل مع داعش في حال صنفت واشنطن الحرس الثوري منظمة إرهابية لقي 12 شخصا على الأقل من المسلمين الروهينغا بينهم أطفال حتفهم غرقا إثر انقلاب زورك كان يقولهم من ميانمار باتجاه بنجلادش وأعلن مسؤولون أن أشخاص آخرين لا يزالون مفقودين عقب الحادث الذي وقع في وقت متأخر مساء الأحد يعتقد أن القارب كان يقول حوالي 100 شخص فرين من العنف ضد المسلمين في ميانمار قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها ستخفض عملياتها بشكل كبير في أفغانستان بعد هجمات قتلت سبعة من موظفيها هذا العام وأشارت رئيسة بعثة صليب الأحمر في أفغانستان في مؤتمر سحفي في العاصمة كابل إلى أن الصليب الأحمر لن يغادر البلاد إلا أنه من المهم مراجعة عمل المنظمة للحيلول دون تعرضها لمزيد من الخسائر عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض جايتكس أحدث ابتكاراتها في مجال الخدمات الشرطية الذكية عرضت الشرطة دراجة ذكية جديدة تستطيع تصوير محيطها بـ 360 درجة ورصد السيارات المخالفة ودراجة طائرة تستخدم لأغراض مرورية ودورية ذاتية القيادة إضافة إلى شرطي آلي ذكي شكرا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك